افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظير السوداني الشيخ نصر الدين مفرح المعسكر التطقفي المشترك للآئمة المصريين والسودانيين بالأسكندرية باعتبارها أكبر مركز ثقافي في البحر المتوسط والشرق الأوسط وتمثل إشاعا ثقافيا ليس في مصر فقط إنما تمتد للدول كافة وزير الأوقاف ووفد وزارة الأوقاف بدولة السودان في جولة تفقدية لمكتبة الأسكندرية للإطلاع على الدول الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة في الربط بين الثقافات هذه الزيارة الهمة جدا لواحد من أهم معالم وقلاع وحصون الثقافة العالمية مكتبة الأسكندرية لا تأخذ طابعا مصريا في حزب إنما تأخذ طابعا عالميا في الفكر والثقافة وأظن إنما شاهدناه مع معالي الوزير والوفد السوداني يؤكد عمق هذه الحضارة وهذه الثقافة الذي وقفنا عليه في هذه المكتبة مكتبة الأسكندرية هي وحدة من أفخم وأعظم المكتبات التي شاهدتها والتي قرأت عنها واطلعت عليها سواء كان في الميديا أو في غيره أفتكر أنها هي واحدة من أعظم وما يفتخر به الإنسان المصري من ماضي تليد يفتخر به ويهتر ذكراه وأفتكر أن الأمة التي تحفظ تاريخها والتي تمجده وتحافظ عليه وتحافظ على تراثها هي أمة متمدنة ومتحضرة ومن منطلق الارتقاء بالكفاءات الدعوية وجعلها نخبا دعوية معدى إعدادا صحيحا ثقافيا وعلميا وخطابيا وزير الأوقاف المصري والسوداني يفتتحان المعسكر التفقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالأسكندرية الوسطية والاعتدال هي الشعار الذي يجمع بين علماء البلدين لذلك جاءت هذه الدورة التدريبية المتقدمة لتعزز هذه المعاني معاني الوسطية معاني الاعتدال في وقت وزمان بدأ فيه خطاب الكراهية بدأ فيه الغلو والتطرف فلا بد من هذه التجارب لتكون صدا منيعا فهذه الدورة لها أو التدريب والتأهيل له دور كبير في محاربة التطرف والقلوب وكذلك الوسطية التي يدعو لها ديننا الإسلامي حقيقة هذه الدورة من أهم هدافها أن يبسط هذا الدين وينشر بالفهم الصحيح تفعيل الدور الإيجابي دعويا وتوعاويا في مصر والسودان وتوطيد روابط الأخوة والعمل على الدور المحوري للثقافة وزيادة الوعي في تقوية النسيج الوطني للمجتمعات وحمايتها من الإرهاب والتطرف ختام المعسكر التثقفي المشترك للأئمة من الأسكندرية ولد هيكل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر